اشتركوا في القناة وحرياته هي الأساس بحسب المنظمة الأممية لكن رغم ما يحتويه الإعلان الأممي منذ سنين ظلت حقوق الإنسان عرضة للانتهاك بأبشع صورها وبحسب التقارير الدورية للمنظمات الإنسانية تعاظمت الانتهاكات ضد البشر في العالم العربي والدليل ذلك الأوضاع الرهنة التي يعيشها الشعب اليمني والسوري والمصري إلى جانب دول عدة أخرى تتشدق بمناداتها لضمان حقوق الإنسان وحريات الأفراد ومن ثم تتمرد عليها أما ليبيا فليست بأفضل حال عن هذه الدول ولا أقل سوء تقارير دولية حديثة كشفت وتكشف عن انتهاكات جسيمة في حق السجناء في عدد من السجون ومراكز الاعتقال في مختلف المدن الليبية وبلغة الأرقام كشف تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة لعام 2018 أن 6400 شخص محتجزون في شرق البلاد وغربها أكثر من ذلك استشراء لممارسات تعسفية على آلاف المحتجزين وإبقاؤهم وراء القطبان دون أحكام قضائية تقرير منظمة العفو الدولية لعامي 2017 و18 هو الآخر وثقة حجم الانتهاكات الممنهجة ضد الإنسان في ليبيا ونددت في متنه المنظمة بأوضاع سجون الخارجة عن سلطة الدولة التي تتفنن في الاعتداء على المعتقلين وإخفائهم قصريا على غرار قيام قوة تابعة لميليشيات الكرامة في الشرق باختطاف أشخاص وسجنهم دون تهمة ولا محاكمة أكثر من ذلك مما تعاني ليبيا بحسب المنظمات ظاهرة الإفلات من العقاب الشائعة فيها ما أكسب مرتكبي لانتهاكات الجسيمة جرأة وأتاح لهم ارتكاب جرائمهم دون خوف